أعرب معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية الوثيقة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة وما تتسم به من شمول وما تتميز به من تطور مستمر جاء ذلك خلال اجتماع معالي وزير الخارجية مع معالي سيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية وذلك على هامش حوار المنامة في دورته الثانية عشرة حيث تم استعراضه مسار العلاقات الثنائية القوية بين البلدين وسبول تنميتها على المستويات كافة كما تم تشاور حول تطورات ومستجدات الأوضاع على الساحتين الأقليمية والدولية من جانبه أعرب معالي سيد سامح شكري عن سعادته بزيارة مملكة البحرين والمشاركة في حوار المنامة مؤكدا تقدير جمهورية مصر العربية للمواقف الأخوية للبحرين الداعمة لكل ما فيه أمنها واستقرارها كما اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع سعادة السفير عليخاندرو ألفار جونزاليس مساعد ألمين العام لحلف شمال الأطلسية الناتو للشؤون السياسية والسياسات الأمن وخلال الاجتماع رحب وزير الخارجية بسعادة السفير عليخاندرو ألفار جونزاليس بمناسبة زيارته الأولى لمملكة البحرين متمنية التوفيق في مهامه والعمل لكل ما فيه تطوير التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات التي تشدها المنطقة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية ووجود تحديات خطيرة تهدد الأمن والسلم الدوليين وفي صدارتها ظاهرة الإرهاب والتطرف والعنف وتتطلب استمرارا من المشاورات السياسية والتعاون البناء بين الجميع من جهته أعرب السيد عليخاندرو ألفار جونزاليس عن سعادته البالغة بالزيارة البحرين مؤكدا تقديره لحرص المملكة على التعاون مع الناتو وعن تطلعه لمزيد من التعاون بين الجانبين بما يحقق المصالح المشتركة متمنيا لمملكة البحرين المزيدة من التقدم والازدهار وأثناء اجتماع معالي وزير الخارجية مع معالي السيد كينتارو سونورا وزير الدولة للشؤون الخارجية باليابان تم استعراض علاقات الصدق القائمة بين البلدين وسبل تطويرها في المجلة كفة حيث أشار معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة إلى وجود مقومات كبيرة للرقي بالتعاون المشترك منوها إلى أهمية التواصل بين البلدين الصديقين إذا مختلف القضايا الإقليمية والدولية من جانبه أعرب معالي السيد كينتارو سونورا عن اعتزاز اليابان بعمق العلاقات الصداقة مع مملكة البحرين مؤكدا الحرص على الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات متقدمة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين شكرا